نروح للسيد إياد قنيبي السيد إياد قنيبي عمل فيديو مبارح بيتكلم فيه ردا على أبو عبيدة تقريبا أنه يعني هل حسن نصر الله شهيد ولا مش شهيد وقعد يتكلم وبرده نفس الطريقة أنه الشيعة والناس والكلام ده كله فأحنا برضه عندنا الحياة مجموعة من الأسئلة للدكتور إياد قنيبي متعلقة بموقفه من ملوك ورؤساء وأمراء وحكام عايزين نعرف رأيه فيهم إيه الحقيقة إيه رأي الدكتور إياد قنيبي في الملك عبد الله ملك الأردن وموقفه المخزي من الحرب في غزة ليه الدكتور إياد قنيبي ما يعمل لناش فيديو عن موقف الملك الأردني من فتح جسر بري مع الاحتلال إيه رأي الدكتور إياد قنيبي في تصدير الأردن للأطعمة والبندورة والطماطم والفواكه الطازجة إلى الاحتلال عشان يغزوا بيها الجنود اللي يروحوا يقتلوا إخوتنا في فلسطين ليه الدكتور إياد قنيبي ما يكلمناش عن رأيه في اعتراض الأردن للصواريخ الإيرانية الموجهة للاحتلال إيه رأي الدكتور إياد قنيبي في منع المظاهرات الداعمة لغزة والمناهضة للاحتلال في الأردن واعتقال العلماء والدعاء بسبب فلسطين ليه يا جماعة أصل الدكتور إياد قنيبي يخايف من الاعتقال أصل الدكتور إياد ما ينفعش يتكلم وهو في الأردن روح الأردن زيه يتكلم لا يا عزيزي الدكتور إياد قنيبي الحقيقة اتكلم قبل كده تعال افكر حضرتك كده انه اتكلم قبل كده امتى في 7 ديسمبر 2015 حكم القضاء الأردني على إياد قنيبي باستجن سنتين لإدانته بالتحريض على مناهضة نظام الحكم بسبب انتقاده مشاركة الأردن في مسيرة باريس ضد الإرهاب بعد الهجوم على صحيفة شارلي إبدو الساخر ما هو يا ام الدكتور إياد لديه نفس القدر من الجرأة والشجاعة ان يتحدث اليوم عن غزة وفلسطين وموقف الأردن المخزي من أهلنا في فلسطين يا ام في حاجة حصلت بعد 2015 احنا مش عارفينها فارتقى الدكتور إياد انه يتكلم في المعارك الكسبانة بالنسباله اللي مش هيخسر فيها كتير يا ريت الدكتور إياد قنيبي يقول لنا رأيوي